الحقيقة النهاردة في زمالكاوي سألت نفسي سؤال أتمنى أن أجد إجابة له في 2020 فبراير 2020 كنا بنقول عليه فبراير السعيد كنت أأمل أن يكون مباريات الزمالك في فبراير 2022 برضو فبراير السعيد لكن للأسف الزمالك لعب أربع مباريات في فبراير ومش يلعب غيرهم تمام بدأت بي بترو قتلتك ويوم 12 اتنين وبعدين 15 اتنين سموحة و19 اتنين سجرادة و26 اتنين الوداد تعادوا لين وهزمتين الزمالك لم يستطع حتى اللحظة ولن يستطع الفوز في فبراير لأنه ما فيش مباريات تاني في فبراير من أسوأ الشهور اللي مرت على فريق الكرة في نادي الزمالك زي ما كان في فبراير جميل وحل فبراير مش حل وخالص ليه؟ عشان الزمالك معرفش يفوز والأسوأ في الأمر أن الزمالك واللعيبة بتاعت الزمالك وكارترون المدير الفني للزمالك ما كانوش على المستوى الفني المأمول الذي نتمنى ونرغبه لا شك أن الزمالك عنده أسماء قوية كبيرة مميزة خبرات متقلقين لكن هذا الشهر لم يكن عنده أي لعب متقلق في لعيبة تشعر وكأنها خارج الخدمة ما تؤديش وما بتلعبش ليه؟ لا أحد يعلم هل ما بتضربوش؟ العكس احنا بنتبع التدريبات على طول وشايفين الناس كلها بتتضرب وأكيد بتتضرب بمجهود وبتلعب طيب إيه اللي حصل؟ هل المدير الفني هو اللي تخطيطه وإدارته للمباراة غلط؟ جايز احتمال هل غياب عنصر مؤثر زي طارق حامد له أثر؟ نعم له أثر لكن الطبيعي للزمالك ما يتأثرش بغياب أي لعب حتى ولو كان بقيمة طارق حامد فقد ذهب من قبل مئات النجوم في تاريخ الزمالك ومشوا واستمر الزمالك واستمر الجماهرياته وشعبياته وبطولاته إذن ما يجب أن يكون هناك أثر لغياب لعب على فريق المفروض لعناصر بالكامل قوي لكن للأسف ويقول للأسف غياب طارق حامد كان له أثر عند الكارتيرون نفسه وعند الفريق فكلت النتائج طارق حامد آخر مباراة لعبها وإذا يحدث يكون لغياب لعناصر عند اللعيبة نقول لهم ان احنا زعلانين هل اللعبة متأثرة حسب ما فهمت النهار ده هم راجعين في الطيارة كان في حال التأثير نفسي واضح جداً لهم لانه ظروفهم وموقفهم صعب كان عاوز قبل ما روح للموقف عاوز اتكلم على حاجة مهمة جداً هل يحق انك انت كمشجع او كاعلامي تنتمي لنادي الزماني انت انتقد لعيبة النادي ولا لا في ناس يقول لك لا اوعى ما ينفعش في ناس يقول لك لا عادي ينفع قلم ان الناس بتوع عادي ينفع لان اللعب اللي ما يلعبش تحت ضغوط كائناً ما كان نوعا كان ضغط جماهيري او ضغط اعلامي او هجوم او انتقد ما يبقاش لعب كبير لان اللعب الكبير بيظهر في وقت اللي هو الظرف الصعب فيش اصعب انكتبها مضغوط من كل الاتجاه وتثبت كفاءة وتلاقي كل اللي كانوا بيهاجموا بيشيدوا وبيقيدوا وكمان ممكن يعتزروا زي ما كلنا كنا بنهاجم كيروش لكن بعد طوط افريقيا كلنا وقفين معاه واللي هاجموا اعتزر له هو دي الحياة بتاعت الكور الانتقاد الانتقاد مش معناها كراهية بيمكن الضغط ده يخلي انفجار يحصل عند اللعب ويتقلق مروان حمدي لعب نادي الزمالكة المعارق الى سموحة الموسم اللي فات تقريبا جمهور الزمالك تما كان بيهاجموا الراجل راح سموحة هدى في الدوش دلوقتي ده معنى ايه انه الضغوط بيفيد والالتقاد بيفيد لانه راح يزبط نفسه هي دي الفكرة فاللعيبة لو مش هتقدر الضغوط وهتستحملها تبعيبها كبيرة ازاي بتقول لبعيبها ناشيء من الناشئين هم اللي ممكن يتهزوا لعيمة الزمالك ادعموا بما يكفر مئة سنة جاية من جمهور الزمالك ومن اعلام الزمالك لكن هل الامل في بطولة افريقيا مش بس الصعود لدور المجموعات انتهى لا للامانة لم ينتهي على الورق الزمالك يفوز الثلاث مباريات اللي جاية ويقدر حتى على الوداد يقدر يبقى عنده 11 نقطة ممكن يبقى اول المجموعة كمان شفتوا موضوع بسيط ازاي لكن هل نحن كمتابعين وانتم كمشجعين تصقوا في ان اللعيبة والجهاز يقدروا يتخطوا هذه العقبة ويفوزوا الثلاث مباريات اللي جاية ولا لا اعتقد ان هناك كثيرين ينتبهم الشك في ان فريق الزمالك يقدر يفوز الثلاث مباريات ليه لانه ما شفناش منه اللي يقولنا انه يقدر يفوز فاربع مباريات في شهر اربع مباريات في شهر واحد شهر فبراير يعني ولم يستطع الزمالك يلفوز فيها بالعكس الزمالك في عشرين اتنين وعشرين مفاس ارجعتين اقولوكم انسوا كاس الربط او عزيك قدنا ده اوحش برضو ودي كانت الاشارات الاشارات اللي جاية لنا ان اللي جاي مش كويس في فقدان تركيز فقدان تركيز شديد عند اللعيف كتير ممكن نعود تسمعوا من مباريح عن اسباب الخسارة من الويداد وانه وانه اه و اه فيش معايا كلامنا خلص اللي فات فات والخسارة دي عادية عاديت لو كنت لو فزت على بيترو اتلتكو ومكادش فرق الخسارة دي من اساسه عدك اربع نقاط وطبيعي انك تخص عادي لو خسرت بره ومتفوس في ارضك لكن انت ما فزتش في ارضك دي المعضلة الحقيقية ان الزمالك ما فز في ارضه اخر مباراة زيك فز فيها كانتون جيت السنغالي السنة اللي فاتت في دور المجموعات بعد ما اصبح امر الزمالك كله عندي ناس تانية صعود الزمالك في ايد ناس تانية